السلام عليكم في هذا الفيديو نقدم لكم مواصفات أحد أفضل سلالات الماعز في العالم لإنتاج اللبن أو الحليب وهي سلالة ماعز المورسيانو وهذه السلالة من الماعز تتميز بمواصفات فريدة ومميزة عن غيرها من سلالات الماعز الأخرى مما جعل الطلب والإقبال على تربيتها يتزايد بشكل كبير نظرا لإنتاجها العالي من اللبن وأيضا قدرتها على تحمل الأجواء الحارة وشبه القاحلة وخاصة في المنطقة العربية وأصل هذه السلالة العريقة هي من إسبانيا وهي من سلالات الماعز المحلية في مناطق مورسيا وغرناطا في إسبانيا ويتم تربية ماعز مورسيا غرناطا المعروفة باسم المورسيانو بشكل أساسي لإنتاج اللبن وأيضا لإنتاج اللحوم وتعتبر هذه السلالة من الماعز ذات طبع ومزاج هادئ بالمقارنة مع غيرها من سلالات الماعز الأخرى ومن صفاتها أيضا إنها سلالة متوسطة الحجم وذات ألوان مصمتة غير مبقعة وعادة ما تكون بلون بن محمر أو بلون أسود وضرع هذه الماعز كبير وجيد الشكل وآذان ماعز المورسيانو متوسطة الحجم ومنتصبة والذيل قصير ومنتصب والأقدام قوية أما الذكور فيكون شعرها أطول وأقوى من الإناث التي يكون شعرها قصير ورغير والذكور عادة ذات لحية واضحة وقرون ويبلغ متوسط الذكر البالق حوالي 50 إلى 60 كيلو أما الإناث فيتراوح وزنها ما بين 35 إلى 50 كيلو ويتم تربيت ماعز المورسيانو بشكل أساسي لإنتاج الألبان ويتم أيضا تسمين الذكور لإنتاج اللحوم وتعتبر هذه السلالة قوية جدا وشديدة التحمل فهي تتكيف بشكل جيد مع الظروف الحارة والجافة في المناطق شبه القاحلة وهي من أكثر سلالات الماعز إنتاجية للحليب في هذا المناخ وذلك بسبب قدرتها على الحفاظ على إنتاج مرتفع من الحليب في ظل ظروف أقل من مثالية وتبلغ فترة الأرضاع لهذه الماعز للجداء حوالي 210 يوم وتنتج في المتوسط ما يصل إلى حوالي 500 لتر من الحليب سنويا ويعتبر حليب هذه السلالة من الماعز أفضل من معظم سلالات الماعز الأخرى بسبب احتواهه على 5.6% من الدهون و3.6% من البروتين ويمكن أن تتكاثر هذه السلالة من الماعز في أي وقت من السنة وليس هناك وقت معين للتناسل فهي تدخل في دورة الشبق في أي وقت من السنة وعادة ما تلد معز المورسيان توأم في كل ولادة وصغار هذه الماعز تصبح ناضجة جنسيا في غضون 7 إلى 8 أشهر من العمر وهذه الماعز لا تحتاج إلى رعاية وعناية خاصة كغيرها من سلالات الماعز الأخرى ويعتبر الجبن المصنع من حليب معز المورسيانو من بين أفضل أنواع الجبن من حيث المذاق والجودة ويتم تقديم الأعلاف الخضراء واليابسة إلى الماعز وبعض الخلطات العلفية في حال التربية في الحظاهر أما في حال وجود مراعي وافرة فالمرع الوفير يعتبر كافي لتغذية الماعز وإنتاج عالي وجيد من الحليب وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته